يسأل أيضا عن الكتب التي أنصح بقراءتها على العائلة من الأخوات وغير ذلك وهذا سؤال جيد أقول هذا سؤال جيد من ناحية أن كثيرا من الناس أصلحهم الله والإخوة وطلبة العلم يغفلون عن العناية بالأهل إن كان متزوجا بالزوجة والأبناء والأولاد وإن كان غير متزوج فبالوالدين وبالإخوة والأخوات يحصل منه شيء مماذا من النسيان والتغافل وهذا خطأ بارك الله فيكم والله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقول وأنذر عشيرتك الأقربين فمن المهم أن تقوم بالواجب عليك شرعا في هذا وتربية الأهل ومن حولك فهناك ثمة كتب يتفاوت إذا كانوا عوام أو فيهم طلبة علم أو نحن يتفاوتون لكن من المهمات وأنا أعطيكم مثلا قد قمت به يعني أنا قمت به بين أولادي وأهلي إن كان في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الآداب وغير ذلك فمن الكتب التي شرحت على سبيل التيسير صغارا وكبارا سلم الوصول النظم هذا والتعليق عليه لطيفا حتى حفظه بعض الأبناء مع الشرح والبيانة المختصر ومن هذه الكتب المهمة كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد أيضا شرح على سبيل الاختصار وكتب المتعلقة بكتاب للشيخ السعدي رحمه الله في قصص الأنبياء في التفسير وغير ذلك متنوعة في الاعتقاد وفي الفقه وغير ذلك هكذا شيئا فشيئا باختصار كل بحسبه كل بحسبه فهذه كتب مهمة في أبواب الآداب كتاب مختصر الزبيدي مختصر البخاري وغير ذلك هذه كتب مهمة لماذا نبحث دائما عن ماذا عن الكتب التي تخرجها هذه المكتبات القصاصات والورقات هذه الصغيرة التي كلها حتى قصص والله أعلم بصدق ما فيها يربطت العامة والأهل والأقارب بالعلم وكتب العلم حتى يعرفون صحيح هكذا حتى أنني أذكر فيه إحدى البنات الصغيرات يعني يمكن كانت تحضر المجلس عمره في الثالثة أو الثالثة والنصف كان إذا تعرف الكتب ما تعرف اسمها تعرف باللون تأتي أحيانا إلى المكتبة تأخذ الكتاب واختصر الزبيدي البخاري تحط من هذا تقول أقرأ يعني علينا من هذا ما تعرف الإسم بس هي تسمع وأقرأ الحديث وأشرحه باختصار وهكذا عمدة الأحكام وغيرها هذه كده مرت لكن كل بحسبه وتتنوع الأيام يعني هناك تنظيم لها بارك الله فيه